عرب الرئيس الرئيسي فلاديمير بوتين عن قلق من احتمال تقسيم سوريا وشدد في تصريحات تلفزيونية على ضرورة ان تصبح مناطق خفض التصعيد نموذجا للحوار السياسي من اجل الحفاظ على وحدة اراضي سوريا واشار بوتين الى ان روسيا تأمل ببديء الحوار او التفاعل بين تلك المناطق والحكومة المركزية في دمشق على ان تعيد لسوريا وحدتها